الناس اللي دايما بتحط كلام انجليزي في نص كلامها يعني بيكون موضوع كده من غير قصد ولا من غير فزلكة في الشغل وانت قاعد بتتكلم في اي حاجة مناظرة بناخد رأي بعض بنتكلم في اي حاجة بنقول على طول كده كم كلمة انجليزي مش قصدنا بيها منظرة ولا حاجة ولا ان احنا بنتنك على بعض بس فيه ناس ما بقيتش بتعرف تعبر عن مصطلحات معينة في حياتها غير لما تقولها بالانجليزي هل ده بقى اساسه ايه؟ هل الناس اصدق فزلكة او تناكة او ان انا جامد جدا وبحط كلمتين انجليزي في الكلام ولا فعلا فيه ناس بتبقى مش عارفة تعبر فبتتطر ان هي تدخل كلام انجليز في النص علشان يعني تشرح اللي هي عايزاه انت رأيك ايه يا لينة في الموضوع لا بصي وانا رأيي يعني فيه ناس يعني عشان تعلمها مثلا كان اجنبي صرفة او في مدارس انترناشنال او كان الانجليز هو اللي غالب لعلمك في المدارس لغاية دلوقتي او دلوقتي موجودة قرادزي ان هي بتخليش الطلبة بتتكلم عربي في البريك اصلا لا انتوا تتكلموا انجليز من اول ما تدخل المدرسة لغاية ما تطلعوا حتى لو عايزة روحي الحمام ما نفعش بالعربي او لازم تقوليها بالانجليز والله العظيم بجد انا حتى في انا مدرسة كانت كده اللي هو ما نفعش تتكلموا طلب ما احنا في المدرسة انجليز من اول ما ندخل لغاية ما نخرج بالانجليز ممنوع خالص نتكلم بالعربي مثلا فبغزب عنك فيه كلام عشان تتعودت مثلا ترميه في النص كده بالانجليز زي مثلا ايه مثلا احكيلي in details ايه بس مادة اللغة العربية لا طبعا الاساس يفوت شطرة فيها كده اه وكمان خلي بالك مادة اللغة العربية في المدرس الانترناشنل بيتطروا يقولولهم ان هو يتكلموا اللغة العربية اللغة العربية اه اه لأ فانا شايفة انا مفيش مشكلة ان اتكلم بالانجليز بس انا عندي بقى مشكلة اكبر يعني انا عايزة علي علي انتو وانتو علي ده اللي ما بيعرفش يتكلم انجليز او الاكسنت بتاعتو مش خدماء وبيقاوح ان هو يتكلم انجليز عشان يعمل نفسه جامد يعني يعني عشتقولي سبيدر مان مش عارفة البوك البنسل والجو ده يعني انا ما عنديش مشكلة في الكلام ده كله بس عايز تتكلم انجليز انت قو صح انا عنديش مشكلة انك تتكلم انجليز انت حر في الاخر وفي الاول دي حرية شخصية ودي طريقة انت بتعبر بيها تمام بس ما تتفزلكش عشان تبان جامد او تبان قوي انا تعليم انجليزي وشف ايه فتروح اي الكلام باكسنت غلط وبطريقة غلط عشان تبان ان انت جامد يعني ده بس اللي عندي بيه اعتراضي يعني متقفينيش بسبيدر دي يعني عرامي هيجيلي غلطة في مرة مش كده انا فاهم بس في ناس في الحتة دي مش كل الناس طبعا نسبة وليلة جدا انا بعذرهم عشان هما بيبوا الممارسة بيبعايز يقعد يجرب ويحشي ويامل عشان يحسن اللغة عنده فدي احنا ما عندناش فيها مشاكل بس اللي عندنا فيها مشاكل هو البيبولز والحاجات دي وبتاقى بيبعا عندنا مشاكل منز بقى اه والناس اللي بترمي كلامه وبتاقى مش عايفة تروح اراميها كلمة بالانجليزي مثلا في النص زي ستيريو تايب مثلا صح صح بس مش هنقول طبعا مين الناس دي وفيه ناس تانية بقى اللي هي بتستخدم بقى وليه ليه مركزين على الانجليش في وسط الكلام وفيه ناس بتستخدم فرنساوي تلاقي بيكلامك لو انت عامل ايه ملاض اه الحمد لله ملاض شوية بس اه شوية ملاض لا وما يبقوش يعرفوا ولا كلمة انجليش ويبتدوا اليوم بونجور زيك كده ايه بونجور بيه فرنش تاني لأ ما عنديش هو بونجور بس ندخل بنقول بونجور يعني لأ يعني هو الموضوع صعب جدا بس برضو انا اكتر حاجة بتستفزيني يعني انتو معطليني على الكلام اللي بنقوله فوسط احنا غلابة بنقول كلام فوسط كمبرزيشن كبيرة فوسط محادسة ان احنا بنعملن كلم الكلام فقا دي تيلز مسلا فوسط كمبرزيشن ايه دي بجاية اهيب دي يعني اكبر مثال فوسط كمبرزيشن كسيطة يعني مثلا نروح الجيم مثلا حاجة كروسفت ولا هيعود اشرح لك التمرينة كلها من اول الاخيرة يعني مثلا حاجة زي كروسفت هتقوليها ازاي بالعربي اه ما اول يعني ايه بالعربي قصة في حاجات كده بماشي اكيد لها عربي اه بس يعني انا انا عطلت في حاجة عارفت ابرينتن سكواتس سكواتس اه عارفها اسمها ايه بالعربي انا عرفت بقى اكيد اسمها موسف كرفساء ايه كرفساء عشان بتقرفصي ايوه ايوه يقولك خمسة كرفساء خمسة ضغطة يعني أنت بزمتك راح على الجيم وبتاع مش عارف ايه واحد يقولك اعملي خمسة كورفصة دلوقتي خمسة كورفصة خمسة عدد لا ما في حاجات ما ينفعش أنا في حاجة قريب قوي 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 عرفت اسمها بالعربي احنا عادة لما بنبع على الهوى وبتاع بنقول هاشتاج فوقات الهاشتاج فيه أندرسكور فأنا بقول مثلا برنامجي في الراديو بقول اسم كذا أندرسكور كذا فلاقيت واحد بعاتلي على الواتساب بيقولي على فكرة يا أستاذ إيهاب هي ما اسمهاش أندرسكور اسمها اي حد فيكو يعرف من غير فزلك شرطة تحت اسمها شرطة صفلية لا ده واحد فاضي صح اسمها كده ده غلس مش فاضي وراق ده غلس ده غلس فعلا لا بس في حاجات فعلا ما ينفعلهاش عربي خلصانة ما ينفعش انجليش سوري آه يعني ما ينفعلش عربي يعني من الإنجليش يعني لا أوه صعب رأيكو ايه في الأمهات اللي بتحب علشان تخلي ولادها أحسن في الإنجليش أو ما عارفش وجهة نظرهم بابوي بيكلموا ولادهم إنجليش في البيت لا ده صعب أوه لا ستوب مستحيل أعمل كده ستوب يعني ستوب انتو ده أنا وإخواتي كده فاللي هيفتح بوقف الموضوع ده هقوم زعادة لا احنا ضدك بقى عارف ليه لا أنا أبوي أو أمي بابا كده ماما لأ بابا من وانا صغير أنا وإخواتي وناس بتثبت جدا يعني في الشارع في أي حتة وبتاع بابا احنا بنتكلم مع بابا بالإنجليزي وأنا وإخواتي بنتكلم بإنجليزي لو سمعتوني في أي وقت بكلم مع أخوي أو أختي بنتكلم بإنجليزي ليه بقى إيه الفكرة هو بابا يعني كان عايز يعمل كده عشان يعني نطلع يعني ينام اللغة يعني آه يعني يعني بس ده ده اللي فيه بالنسبة لنا بس أكيد ما بكر حريص برضو إن انتو تتعلموا عربي ولا دي اللغة الأم يعني لا ما كانش حريص لا أنا ضغري أصلا أنا بقولك أنا العكس أنا مثلا علشان ما درست بنتي بتخليها بتكلم إنجليزي طول الوقت فكنت طول الوقت هي تتكلمني في البيت بالإنجليزي أرد عليها بالعربي علشان تحفظ شوية كلام عربي أيوة أنت مكن ترد عليها بالعربي أنا هي بتكلم معي إنجليزي أرد عليها بالعربي أحيانا بكمل كلام معي عادي بس أنا الأكتر برد عليها بالعربي علشان تيبقى عندها الفوكاب بتاع العربي صح طبعا لأنا فيه برضو حاجة بتتفزيني يا جماعة جدا لأن التعليم ده هتلاقي كل واحد عنده رأي في الموضوع ده إن بقدم مثلا متصلة عم أحجز ترابيزة في مكان عشان مثلا عب ميلاد حد صهرة كده مكان عاشا كويس يعني أوتل كده لأ واحدة أنا جماعة ما في مصر انت بكلميني إنجليز طول وقت لي على فكرة بتختبريني نظيفة ولا لأ يعني أنا بديي إن ده معيار النظافة عندك إن أنا واحدة شيك أنفع للمكان إن أنا أكلمك برضو رد عليك بالإنجليز ويتقولي تعطي تكلم معي بالإنجليز أحجزلك بس بالإنجليز يعني دي وانتو ميكا ريزيرفاشن فو يعني هوم مني كده لو رديك عليها بالعربي تكمل كلها بالإنجليز برضو لا أنا برد عليها بالعربي إليك تتكلم إنجليز اللي أنا فهماكي أنا ممكن أتكلم زيك وأحسن بس أنا بتصل لحاجة اسمها كان في مصر مش في أفريكيا مش في المزنبيك ففي إيه يا جماعة يعني ليه الأفوارة دي وليه بقى المعيار إن انت بتتكلم إنجليز زي فعشان كده نحترمك وقول عليك نظيفة أو مش نظيفة ليه ميكا